افرق طيب طاقم تحكيم مباراة النهاردة والفترة الجاية هيكون فيه تركيز بقى على القطقم التحكمية عايزين نعرف استراتيجات كلاتنبرجي في الفترة الجاية بس اخدوها مني يعني معلومة مش بقول وجهة نظر ولا توقع معلومة من اول ما تولى كلاتنبرجي المسئولية لغاية 38 كل الفترة دي تعينات اللجنة السابقة لسه كلاتنبرجي بتعرف على الحكام والناس اللي بتعين القطقم التحكمية هي نفس المجموعة اللي كانت شغالة مع اللجنة السابقة مع الكابتن عصام عبد الفتاح يمكن مرحلش من اللجنة الا اتنين رئيس اللجنة والمسؤول عن تقنية الفيديو لسه كمان واحد او اتنين بس بعد 38 ان شاء الله مش هيكونوا موجودين ويعاد تشكيل اللجنة اللي بيحط التعينات واللي بيحط الحكام هو هو نفس الشخص اللي كان موجود قبل كده فعشان كده الناس مستغربة من الاسماء بس الحكام نفسها لو تلاحظوا في المباريات الاخيرة واخر المباراتين ابتدت قراراتهم تبقى افضل شوية من الفترة السابقة وابتدى يكون فيه عدالة قدر الامكان لان كل واحد عايز يخاف على اسمه خلاص بقى زمن المجاملات انتهى مش هيبقى موجود تاني والحكام اللي مش هيدافع عن اسمه وقدراته وامكانياته تظهر في المباريات مش هيكون موجود بعد كده سواء في الملعب او فيه تقنية الفيديو تقنية الفار مبارات النهاردة استر نيقانبني والاهلي حكم الساحة الكابتن محمد الصباحي وتمنى ان يكون في فورمة بدنية قبل الفنية فورمة بدنية جيدة لانه دايما معروف عن الكابتن محمد الصباحي ما بيجريش كتير في الملعب فالنهاردة المباراة تبقى قوية ومحتاجين نشوفه كتير جدا في اي لعبة يبقى قريب منها لأنه عنده مدرسة كده دايما ما بيجريش كتير وبيقدر يعني بيشوف اللعبة من مسافات بس بتحصل أخطاء كتيرة جدا في الفترات السابقة حكم مساعد أول أحمد نفل مساعد تاني عمر فتحي حكم رابع عمر عيد حكم فيديو مصطفى الشهدي وبرضه مليون علامة استفهام لأن كابتل مصطفى الشهدي كان حكم رابع في المباراة السابقة للأهلي النهاردة موجود حكم فيديو مساعد حكم فيديو هاني خاري هاني خاري من الحكام المساعدين المميزين جدا لكن في مليون علامة استفهام بصراحة على اختيار الأطقم التحكمية في الفترة الأخيرة بس ننتظر بعد 38 لما يعاد تشكيل اللجنة وحسب المعلومات اللي عندي أن كلاتنبرجي كمان هيستعين ب2 أو 3 من إنجلترا هيكونوا معاه في لجنة الحكام خلال الفترة الجاية سواء معاه بشكل دائم ومستمر أو هيكونوا يعني معاونين لي على فترات عشان يقدر يكمل شغل الفترة الجاية هيعمل معسكر ل40 حكم والفترة اللي جاية الراجل عايز يعمل تحكيم أوروبي على الأراضي المصرية إن شاء الله كلنا من دعم التجربة والكل هدفه أن التحكيم المصري يرجع تاني لسابق عهده حكم موجود في كأس العالم حكم مصري موجود دايما في نهايات كأس الأمم في المراحل الحاسمة موجودين حتى في مباراة الأندية والمسابقات الإفريقية وموجودين حتى في المباراة الكبيرة لما بيطلبوا حتى في مباراة دولية ده بنتمناه يحصل تاني الفترة اللي جاية وده مش هيحصل إلا لما منظومة التحكيم تتكاتف تاني ويبقى فيه دعم كبير جداً لكلتنبرج بارح أنا بصراحة مبسوط جداً بإشادة الكابتن ساميرا عثمان للتجربة وإنه هيواصل دعمه للتجربة في الفترة اللي جاية وأتمنى أشوف ده من الكابتن أحمد الشناوي الكابتن ناصر عباس أكيد من خلالنا كمان أعلن دعمه للتجربة في أكتر من حلقة في ملعب الأهل واستاد الأهل الفترة السابقة كمان بننتظر ده بقى من الكابتن جمال الغندور وننتظر ده كمان من الكابتن ريدا البلتاجي كل الناس اللي مسكت لجنة الحكام يكون لها دور الفترة الجاية نهاية دعم هذه التجربة وكمان يكون الكابتن جهاد جريشا ليه دعم كبير جداً لتجربة كلتنبرج خلال الفترة اللي جاية